بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يقول الله تعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم جوهرة اليوم دعاء اهدنا الصراط المستقيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم في فاتحة كتابه الحكيم هذا الدعاء توجيه إرشاد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولأمته معه بسؤال الله الهداية إلى أسمى الغايات وأرقى وأعظم المقاصد ولما كان سؤال الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم من أعظم المطالب لنيل العباد أشرف المواهب والعطايا والمنح الإلهية علم الله تعالى عباده أن يدعوه قائلين اهدنا الصراط المستقيم فإذا قالها العبد في صلاته احنا بنصلي كل يوم بفاتحة الكتاب في جميع ركعات الفرائد إذا قال العبد في صلاته بقلب حاضر اهدنا الصراط المستقيم قالها بقلب يقض متذكر غير معرض في هذه المناجاة بينه وبين مولاه تحصل على وعد الله تعالى الذي قاله والذي جاء فيه أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أي لعبدي ما سأل من الإعانة لو كنت بتسأل الله بقلب حاضر أنت بتقرى فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم فيعطيك من الإعانة ما تريد ومن الهداية ما تريد ومن تحقيق الآمال وفوقها وصرف كل سوء ومكروه وضلال عنك فلنقرأ في صلاتنا في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم بقلب حاضر اهدنا الصراط المستقيم هي تعليم من الله تعالى لنا بأن أفضل شيء يطلب العبد من ربه سبحانه وتعالى هو الهداية التوفيق إلى كل أبواب الخير في الدنيا والآخرة اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا يا رب على الصراط المستقيم في كل طريق من الطرق اللي بنسلوكها في حياتنا أرشدنا إليه أرنا طريق الحق أرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أمسك وقربك ومش كده وبس اهدنا الصراط المستقيم يعني أعنا كمان على تحقيقي ذلك إن إحنا نسير في سبل الهداية العبد المؤمن وإن كان من المهتدين المؤمنين إلا إنه محتاج إلى سؤال الله الهداية دائما أبدا وسؤال الله الهداية وإن ربنا يثبته وإنه يثبت عليه وطبعا دامع الأخذ بأسباب الهداية لإن العبد مطالب بالصبر والثبات ومجهدة نفسه كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالإنسان بياخد بأسباب الهداية بيكتهد قدر تقته ويسأل الله اهدنا الصراط المستقيم وبيسأل الله ذلك وهو بيستقيم على أمر الله تعالى لإن كل إنسان ربنا خلق لي عقل وله إرادة حر بيختار بها الخير من الشر بيميز بها بن الهدى من الضلال فإذا أخذ العبد بأسباب الهداية وحرص على إنه يرزقه الله تعالى الهداية التامة جاءه التوفيق من الله تعالى يعني أنا بأخذ بكل أسباب الهداية كل المأمورات اللي أمرني بيها إن أعملها باكتهد إن أنا أعملها وكل النواهي والمحضورات باكتهد إن أجتنبها وفي كل وقت قبل وأثناء وبعد أنا على طول في حالة استعداد وسؤال الله تعالى إهدنا الصراط المستقيم عشان تجيني الواردات الرحمانية والإمداد الإلهي فورود الإمداد على حسب الاستعداد ورود الإمداد على حسب الاستعداد كما قال سيد بن عطاء الله عليه رحمة الله على أد استعدادك بيكون الإمداد لك من الله سبحانه وتعالى فاستعد لتستمد الفتحات والأنوار والهدايات من الله سبحانه وتعالى الهادي إهدنا الصراط المستقيم الله تعالى إذا سألته الهداية فتولاك تولاك فيها دلك وأرشدك عليها بلطف ودلك إليها بلطف فهو الله اللطيف وأخذ بإيدينا إلى ما فيه الخير بسلاسة ويسر وسلامة لأن معنى الهداية في اللغة هي الإرشاد والدلالة بتلطف لمطلوب الخير اللي انت عايز توصله فانت عايز تطرق جميع أبواب الخير عايز كل طريق تمشي في الدنيا تكون ماشي على هدي وعلى حق فيه فعشان كده انت على طول محتاج المدد من الله وعشان كده المؤمن مأمور بسؤال الله الهداية دائماً اللي هي هداية إيه؟ هو مش الهداية للإيمان بس في حاجة كمان اسمها هداية التأييد وهداية التوفيق وهداية الزيادة انت من المؤمنين وبتسلك سبل الهداية ولكن عايز تترقى فيها وتريد من الله الزيادة والتوفيق والإمداد والله تعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط هو الطريق هو الطريق معنى الصراط هو الطريق اهدنا الصراط المستقيم المستقيم يعني الطريق المعتدل اللي مفهوش أي عوجاج ولا تعاريج واضح يعني اهديني يا رب إلى اتباع طريق الحق وصف المولى سبحانه وتعالى طريق الحق بأن الطريق المستقيم لأنه دايماً الطريق المستقيم هو الطريق الآمن مفهوش لف في وضوح مثلاً إذا أراد الإنسان أنه يصل إلى مكان ما أكيد هو عايز يوصله بسهولة من غير تعقيد وعايز يوصل بأقصر الطرق اللي توديه لهدفه اللي هو عايزه حتى لا يضل ولا يتحير الطريق المستقيم بيوصل بسرعة وبسلامة لا يضل سالكه ولا يتردد أو يتحير والمؤمن في رحلته في الدنيا وفي سيره إلى مولاه جل في علاه يريد أن يطيع الله سبحانه وتعالى في سلامه ويسر وأمن وأمان ويريد كذلك أن يثبت على طريق الهدى ويترقى في كمالاته الله تعالى يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى مش بس لما بنسأل الهداية معناها أنك تدخل إلى الإيمان لا دقوا أنت من أهل الإيمان وتسأل الله الهداية لأن احنا أمرنا بها في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم الإنسان محتاج دايما معونة الهادي سبحانه وتعالى ليكون من أهل الزيادة لأنه لا تحصيل للهداية إلا بمعونته سبحانه وتعالى عشان كده أما تيجي تشوف حال أهل الجنة في الجنة تلاقيهم بيقولوا إيه وهم قاعدين وتحتهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بتلهج ألسنة أهل الجنة بالحمد على الهداية تلهج ألسنة أهل الجنة بالحمد لله رب العالمين على إنه سددهم إلى النعيم المقيم اللهم فيه بهدايته إياهم إلى الصالحات من الأعمال وإلى الترقي في مدارك الكمال لذا أمرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة أن نسأله الهداية وما أعظمه من دعاء اهدنا الصراط المستقيم حتى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه الهداية ومش بس بيسأل الهداية وتيسير أسبابها وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه يعلم الأمة فكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هديني ويسر الهدى لي يعني أرشدني يا رب يعلمنا نقول هذا الدعاء أرشدني يا رب وفقني بالهداية من عندك فلا أزيغ عنها حتى ألقاك ليه؟ لأن الإنسان في رحلة الحياة الدنيا بتاعته بيبر بامتحنات وابتلقات كتيرة جدا ويتعرض لفتن وامتحنات واختبرات مش عايز يزل ولا يزل وبالتالي بيسأل الله الهداية عشان مهما تكالبت عليه الشدائد وعنده حصن ظن بالله ودائم الدعاء اللهم هديني ويسر الهدى لي اهدنا الصراط المستقيم يسر الهدى لي يعني سهل لي يا رب أني أسلك سبل الهداية بطمأنينة وسلا سسهلها علي وأن أنا أسلك طرق الهداية وهيئ لي يا رب أسباب الخير عشان ما استسقلش الطاعات اللي المفروض أن أنا مأمور أقوم بيها ولا كمان أن شغل عن العبادة فأكون من الغافلين يعني مثلا أنت بتكتهد في أداء الصلاة بخشوع وخضوع وتقرأ القرآن بالراحة وتكتهد في تعلم كيف يطلق القرآن وانت دائم السعي لتحصيل ذلك وانت في كل صلاة لما بتمر على فاتحة الكتاب لها ركن من أركان الصلاة فبتمر على الدعاء فيها اهدنا الصراط المستقيم في عندك تذكر وحضور اجعلني من الخاشعين اجعلني وذريتي من مقيم الصلاة اجعلني من المتبتلين انت عندك حضور وتذكر فبتكتهد وبتسأل الله الهداية ومع سؤال الهداية بتوفق ومع سؤال الهداية والاكتهد لتحصيل والدخول في سبل الهدى بتوفق انت بتجتهد في بر والديك مع سؤال الله الهداية بتعان بمدد الله الحي الهادي تجتهد تخدمه وانك ترضيهم وانك تكون تحت رجليهم وانك ما يفوتكش الباب ده بتسعى وبتجتهد رغم انه بيقابلك مشقات ومتاعب لكن بتقوله وبتسأله وبتدعيه زي ما علمك تدعيه اهدنا الصراط المستقيم تعاني تجي لك المعونة من الله سبحانه وتعالى بتسعى انك تاكل حلال طيب وبتسأل الله الهداية اهدنا الصراط المستقيم يقوم ترشد يا ربنا يرشدك يبعد عنك السوء لانك حرص قلبك زي ما النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ومن يتحرى الخير يعطى اللي عايز الخير هيتوفق ليه فانت عايزه بقلبك وعايزه بسعيك وبتطلبه في دعائك اللي احنا امرنا في القرآن الكريم ان نسأل الله الهداية لان ما فيش باب تاني تسأل منه الهداية لا إلا الله جل جلال الله تعان وتيسر لك الأمور وترشد انت بتربي أولادك تربية صالحة وبتكتهد يقدم أوتيتي من قوة في ذلك وعايزة تربيهم على مكارم الأخلاق والأعراف الطيبة وبتراعي في ذلك مقاصد الشرع الشريف بسعى وبكتهد في عوامل بتصبت بتحبط بتخلي العملية دي صعبة بس أنا عزم قلبي على إن ياخد بإيد ولادي إلى الطريق المستقيم وسعي في جد ونشاط وبسأل الله المعونة تأتيك المعونة بسر مجاهدتك ودعائك اهدنا الصراط المستقيم بقول الدعاء بحضور قلب وخشوع وخضوع وذل ومسكنة وافتقار إلى عطاء الله لنا بالهداية والتوفيق وبسعى للإصلاح وإن أنا أخذ بجميع الأسباب جميع أسباب إلا أنا أعتقد إنها تنجحني وتاخد بإيدي مع دوام الدعاء مع دوام الدعاء مع دوام الدعاء لأن الدعوات هي مفاتيح الخير والفرج لذا كان طلب الهداية من الله تعالى من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الدائم كما في الصحيح كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بين السجدتين يعني كان يسجد السجد الأودى في الصلاة وبعدين يقوم يدعو بهذا الدعاء وبعدين يسجد السجد التانية يقول إيه بين السجدتين يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني اللهم آمين وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يعني يحب يقوم يصلي صلاة الليل اللي احنا بنسميع الناس أو بيطلق عليها صلاة التراويح أو قيام الليل سواء في رمضان أو في غير رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة الليل بدعاء اللهم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 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 لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم آمين أجمعي مرحبا بكل مشاهدينا الكرام مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا العزيزة قناة أون مرحبا بحضراتكم جميعا معلش سامحونا النهاردة لضيق الوقت مش هنقدر ناخد أسئلة إن شاء الله بكرة بإذن الله وبتيسير يكون فيه مساحة وقت أكتر نقدر ناخد أسئلة السادة المشاهدين فهسيب حضراتكم مع كتابنا كتاب قلوب عامرة كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلاً على طريقة التلقين وده بيجي من خلال إنه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيه القاعدة طفل معاك إنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة لأن القرآن ميسر للذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين مرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة هنكمل النهار ده تصحيح قراءة الآيات من صورة النبأ إحنا كنا قرناها المرة اللي فاتت بس لسه بقى الولاد لازم يبتدوا يقروا فنصحح مع بعض فنحضر المصاحف لاستكمال تصحيح الآيات مستعدين يا شباب طب يلا إنتوا بقى اللي هتقروا أنا قريت معاكم المرة اللي فاتت هوقف عن التصحيح نبتدي بمريم عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم مش وخلاء وخلاء لأ وخلاء وخلقناكم لم فتح إيه لا ولا لا لا منقول إيه لا وخلاء وخلاء وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة ماء سجاجة ماء سجاجة أنا عندي إخفاء أنا عندي هنا إيه؟ شايفين إيه على الهمزة اللي قبل الثاء؟ تنوين في تنوين من أحكام النون السكنة والتنوين أنا عندي هنا حرفة من جاي وراء حرفة من حروف الإخفاء صح؟ هنقول إيه؟ ماء سجاجة ماء سجاجة لنخرج بي حبا ونباتا وجنات ألفافا جميل أسمع لنا بقى ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناك مش وخالا خاء وبعدين لا فما أصرش تفخيمي هنا خاء على لا لا غير خاء صح؟ يبقى أنطأ بالراحة وأميز بين صفات الحروف خالق خالق وبعدين بعد اللام حدخل على قلقلة لازم يحصل اضطراب في نطق حرف القاف الساكنة عندي عشان تبان لو أنا لم أقلق للحرف مش هيظهر معاي يلا يلان وخلقناكم وخلقناكم لأ مش عجباني اللام مش عجباني وخلقناكم أزوار لأ ما أنا مش عايزك يترقيقي اللام وبعدين ترقيقي القاف يعني لازم أنا أوزن ما بين الخاء والقاف واللام اللي في النص ما بينهم بالإيه؟ بضبط النطق بتاعي وخلقناكم أولي كده بس خالق 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 لأ أولتي لي لا أيا مش لا خالقناكم 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 أزواج جميل وجعلنا نومكم سباتا وليزم ما ترجع البيت تتدربي عليها شا ما تنسيهاش وجعلنا الليلة لباسا وجعلنا النهارا الغني وجعلنا النهارا فين الغنة وجعلنا النهارا معاشا وجعلنا النهارا معاشا وجعلنا النهارا معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا سراجا وهاجا سراجا وهاجا سراجا وهاجا سراجا وهاجا ما كررتلك عشان تشبعي الإضغام ما كلش الإضغام أدي له حقه كملي يا سارة وأنزلنا وأنزلنا من المعصيرات ما من إيه؟ من إيه؟ وأنزلنا إيه؟ وأنزلنا من المعصيرات لا معصيراتي دي لا ما تنفعش خالص يا سارة سين دي بتاعت سارة لما دي معصيراتي 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 ماءا سجادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات فين الغنة؟ وجنات ألفافة يلا يا شيخ عبدالله وحشنا صوتك ألم نجعل الأرض مهادا بس ما عجبتنيش الضاد ألم نجعل الأرض مهادا عشان أميز ما بين الدال وما بين الضاد دي لغة الضاد اللغة العربية فإيه اللي بيميز يا عبدالله؟ المخرج بتاع الحرف لو قلت الأرض يبقى أنا نطقت دال ما نطقتش ضاد ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا القلقالة عايزة أسمحها أقوى من كده يا عبدالله القلقالة وخلقناكم وخلقناكم أزواجا واجعلنا نومكم سباتا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا واجنات ألفافا أو بس أنا حقفل دلوقتي لازم النبري بتاع الصوتي بيقفل المعنى تمام؟ فحقول واجنات ألفافا هي الفكرة مش أني بس بهدي نغمة الصوت كمان بقفل المعنى لأن أنا بقفت عند معنى واجنات ألفافا واجنات ألفافا يلا يا شروق هنقسم بين شروق والزهراء ألم نجعل الأرض مهادة والجبال يا شروق ده أنا كنت حقول يا زهراء قلت افتكرت الأرض الضاد ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة كمل يا زهراء وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا كمل يا ساد وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا 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 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا كمل يا آدم وأنزلنا وأنزلنا من المعصرات ما أنزلنا أنا عملا شاور أنا عملا شاور أمد والله أمد يا رجل يعني أنت خلتهم أقل من طبيعي كمان ماء 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 سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أعجبني الختام بتاعك صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين اللهم يا ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا اللهم فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا اللهم فرجا ومخرجا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة